كيفية استبدال البكرات ولوحة الفصل للماسحات الضوئية HP ScanJet يساعد استبدال الأجزاء عند الضرورة على ضمان عمليات المسح الضوئي ذات الجودة العالية. قد يلزم استبدال الأجزاء عند الإشارة إلى ذلك من خلال الأدوات المساعدة لأدوات الماسح الضوئي أو إذا كان الماسح لا يعمل بشكل مناسب. استبدل لوحة الفصل أو وحدة البكرة عند حلول موعد الصيانة أو في حالة حدوث حالات حشار بصورة متكررة للمستندات. تتضمن مجموعة الاستبدال للبكرة القطع البديلة التالية. وحدة لوحة الفصل لطرازات 2600F1 و3600F1 وحدة بكرة الالتقاط SGA لطرازات 2600F1 و3600F1 وقطعة قماش للتنظيف مع وحدة بكرة الالتقاط. أولاً اضغط باستمرار على زر التشغيل لإيقاف تشغيل الماسح الضوئي. ثم افصل كابل USB ومصدر الطاقة. افتح غطاء تغذية المستندات. اضغط على اللسان الذي يوجد على الجانب الأيسر من وحدة لوحة الفصل، ثم ارفعه لأعلى لإزالته. قم بإزالة وحدة لوحة الفصل البديلة من مجموعة الاستبدال وقم بإزالة العبوة. أمسك الوحدة من جانبيها وأنزلها في مكانها. بعد استبدال لوحة الفصل، اتبع هذه الخطوات لاستبدال وحدة بكرة الالتقاط. اضغط على اللسان الذي يوجد على الجانب الأيسر من وحدة بكرة الالتقاط وقم بتدوير الوحدة لأسفل. قم بإزالة الجانب الأيسر من عمود البكرة من الفتحة، ثم قم بإزالة وحدة البكرة. أزل وحدة بكرة الالتقاط البديلة من مجموعة الاستبدال وقم بإزالة العبوة. أمسك الوحدة من جانبيها وأدخل الجانب الأيمن من عمود البكرة في المستقبل المغلق الذي يوجد على الغطاء، ثم أدخل الجانب الأيسر من عمود البكرة في الفتحة. قم بتدوير الوحدة لأعلى واضغط عليها إلى موقعها. تجنب لمس سطح الأسطوانة. عند استبدال وحدات البكرة ولوحة الفصل، افتح عبوة قطعة قماش التنظيف وقم بإزالة القماش. استخدم قطعة قماش للتنظيف لتنظيف سطح البكرات ولوحة الفصل. استخدم إصبعك لتدوير البكرات لتنظيف سطح البكرة بالكامل. اترك البكرات لتجف تماماً قبل المتابعة. سيستغرق هذا حوالي عشر دقائق. أغلق غطاء وحدة التغذية بالمستندات. أعد توصيل كابل USB ومصدر الطاقة بالماسح الضوئي. اضغط على زر التشغيل لتشغيل الماسح الضوئي. الماسح الضوئي جاهز الآن للاستخدام. انقر على علامة التبويب قوائم التشغيل في يوتيوب للعثور على مقاطع فيديو HP بلغات أخرى. وابحث في قناتنا للعثور على مقاطع فيديو دعم HP الرسمية. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر